موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تأثير ما يجري في سوريا على المشهد السياسي اللبناني ما هي انعكاسات الارتباك السياسي اللبناني على وضع السوريين في لبنان أمنيا وإنسانيا ما هي خيارات المعارضة السورية إزاء السقف المنخفض لمؤتمر جنيف ثلاثة وما حقيقة أهداف واشنطن من جنيف ثلاثة وبما سيضح الشعب السوري إن لم تستجب المعارضة لتهديد واشنطن إن هي لم تشارك في المؤتمر أسئلة تلخص محاور هذه الحلقة من برنامج سوريا في أسبوع والتي يسعدنا أن نستضيف خلالها هنا في الأستوديو الأستاذ ملهم الدروبي عضو أمانة سر المجلس الوطني السوري ومن بيروت الدكتور مصطفى علوش القيادي في تيار المستقبل اللبناني حياكم الله أستاذي حياكم الله أستاذي أستاذي الكريم بداية ربما تكون لبنان ثاني دولة تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين بواقع ربما مليون وستمائة ألف لاجئ سوري ربما خمسمائة ألف أو نصف مليون منهم غير مسجلين في قوائم الأمم المتحدة الأمم المتحدة ذاتها تقول أن أكثر من سبعين بالمئة من هؤلاء اللاجئين تحت خط الفقر اليوم تزداد معاناة اللاجئين السوريين في لبنان مع هبوب العواصف الثلجية على المنطقة كيف يمكن أن نقرأ هذا المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية الأزمات الإنسانية التي يمر فيها شعبنا في سوريا سواء كان النازحين واللاجئين منهم في لبنان وغير لبنان هو مؤشر وناقوس خطر يجب على كل المجتمع الدولي أن يتكاتف وأن يقوم بواجبه في إنقاذهم من براث البرد وبراث الإرهاب وبراث المافيات وبراث تقاعس الحكومات بالقيام بواجبهم لبنان قد يكون اللاجئون السوريون في لبنان هم في أسوأ أحوالهم مقارنة بأبنائنا وأخواننا في تركيا اللاجئين في تركيا وكذلك الأمر في دول الجوال الأخرى مثل أردن مع أنه من الضرورة بمكان أن نذكر إخواننا اللبنانيين أشقائنا اللبنانيين بأن السوريين الموجودين أو بعضهم الموجود على أراضيهم الآن لاجئ كان يوما ما يقدم لهم يد العون وكان يوما ما يقتسم معهم كسرة الخبز وكان يوما ما يؤثرهم على أبنائه وبناته ويؤويهم في الأزمات اللبنانية المتكررة للأسف الشديد أصبح اللاجئون السوريون في لبنان ورقة يتلاعب بها السياسيون اللبنانيون فمن محارب مثل حزب الله يحاربهم ويشارك في قتلهم ويشارك في تجويع ذويهم في سوريا إلى باقي اللبنانيين أو بعض اللبنانيين بالطرف الآخر الجانب الآخر لأنه يجب أن لا ننسى الأياد البيضاء وننسى الإخوة الكرام الذين يقدمون يد العون للاجئين السوريين من الإخوة اللبنانيين هناك الكثير من الإخوة اللبنانيين الذين لا يألون جهدا حقيقة في تقديم ما يستطيعون تقديمه للاجئين السوريين رقم ضيق ذات اليد ورقم كثرة الاحتياجات الموجودة دعني أتحول إلى الدكتور مصطفى علوش القيادة في تيار المستقبل في لبنان دكتور اللاجئون السوريون في لبنان لا يتلقون إلا مساعدات شحيحة من جهات وجمعيات خيرية أهلية لا علاقة لها بالحكومة اللبنانية هل تخلت الحكومة اللبنانية عن مسؤوليتها الإنسانية تجاه هؤلاء أم أن هذا العار هو أهوى ما تفعله حكومة لبنان الواقع بأن الحديث بهذه الطريقة على قضية حكومة لبنانية تتجاه الواقع بأن القدرات الحكومة اللبنانية أولا على اتخاذ أي طرار هي مشهولة وبنفس الوقت هناك شح هائل لإمكانياتها وهناك حاجات لدى الكثير من العائلات اللبنانية تشابه في بعض الأحيان حاجات الأخوة اللاجئين السوريين ومع ذلك لا يمكن تأمينها خاصة في هذا الوضع الصعب بالبرد والسقيع الحاصل المسؤولية كما هو معروف وكما كان لبناني متوقع من بلد صغير ولديه الأوضاع الصعبة هو أن تكون مسؤولية المشترع الدولي يعني الأمم المتحدة وإلى ما هناك لذلك طالما صحيح هناك جهود محلية وجهود أهلية وجهود من اللبنانيين بشكل عام لتأمين بعض الأمور لكن القضية الكبرى وهي وجود مليون وأكثر لاجئ سوري في لبنان يجب أن تكون من مسؤولية المشترع الدولي يعني هذا فيما يتعلق بالجانب الإنساني ماذا عن الجانب الأمني؟ يعني يتعرض كثير من السوريين في لبنان إلى مضايقات وتحرشات من قبل جهات محسوبة على حزب الله اللبناني كثير من السوريين يعتبر حتى مطار بيروت الدولي اليوم وكأنه فرع من فروع أمن نظام الأسد طبعا لدينا هذا الانطباع في كثير من الأحيان يعني يجب أن نذكر الجميع ما حصل في المحكمة العسكرية بالنسبة للإرهابي مشار سماحة الذي طلق الأوامر من علي مملوكي يقوم بتلسيرات في لبنان يعني هناك واقع وأنا قلته ولدته في أكثر من المناسبة هو أن لبنان عمليا واقع تحت الاحتلال الإيراني لأن المؤسسة الصحيح هناك ما فوق حزب الله يعني هناك حزب الله وميليشياته ومسلحيه ولكن هناك أجهزة موروثة جزء منها من أيام عن نظام السوري وجزء آخر هو متواطئ أو مراهب أو مرهوب من قوة ومن وجود حزب الله لذلك عمليا يجب التطلع إلى لبنان على الأقل جزئيا وبالأخص بالقضايا الأمنية بأنه محتل من قبل ميليشيات الحالة السوري لإيراني نعم أنتقل إليك مرة أخرى أستاذ ملهم يعني لو انتقلنا إلى المشهد السياسي اللبناني من الداخل كما نعلم أن إيران عطلت مشروع انتخابات الرئاسة في لبنان بناء على رغبتها بتغيير معادلة اتفاقية الطائف اليوم وفي ظل المعادلة الجديدة لإيران وتغير ميزان القوة في إيران مع رفع العقوبات عن إيران وزيادة مساحة هيمنتها سياسيا في المنطقة هل تتوقع أن تفلح إيران وأذناب إيران في المنطقة في تحوير المشهد السياسي في لبنان بما يخدم مصالحها لا شك أن ترشيح ميشيل عون من قبل سمير جعجع يعتبر نقلة جديدة في المشهد اللبناني ونقلة جديدة في المشهد الإقليمي بعد أن تعثر انتخاب رئيس للبنان لفترة طويلة يأتي هذا الترشيح مباشرة بعد رفع العقوبات عن إيران لكن السياسة اللبنانية كانت ولا تزال دائما مليئة بالمفاجآت ومليئة بالانتقالات الزئبقية يعني تجد السياسيين اللبنانيين ينتقلون أحيانا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في تحالفاتهم هذا الترشيح من قبل الدكتور سمير جعجع للمشيل عون ربما يعطينا مؤشرات أن المنطقة برمتها قادمة إلى مرحلة جديدة هذه المرحلة الجديدة قد تكون للأسف الشديد أقول لإيران اليد الطولة في المنطقة فمع تدفق مليارات الدولارات على الخزانة الإيرانية بالتأكيد هذه المليارات سيذهب بعضها تأييدا للمنظمات الإرهابية مثل حزب الله وغيرها مما سيجعل المياه الراكدة الموجودة في السياسة اللبنانية تتحرك بعض الشيء وغالبا ستتحرك لمصلحة حزب الله ولمصلحة إيران فميشيل عون هو مرشح بشار الأسد كذلك كما نعلم ما يجري الآن في كواليس السياسة الدولية وما في جينيف وغيره ما سيجري أيضا خلال أيام أيضا مؤشر أن هناك حراك في المنطقة لحل حلت بعض الأمور من هذه الأمور المعقدة والتي كان لابد من حل حلتها هو الانتهاء من قضية الحالة التأزم أو حالة اللاحل الموجودة في لبنان ومنها انتخاب رئيس للبنان نعم أعود إليك دكتور دكتور يعني في إطار التغيير السياسي الذي قد يلبي طموحات إيران في لبنان تأتي أهمية تقنين هيمنة إيران على لبنان من خلال دستور يخدم مصالحها ربما أيضا من خلال استخدام الجيش اللبناني هذه المرة كأداء بدل حزب الله كميليشيا لخدمة مصالحها في لبنان كما نعلم الجيش اللبناني أيضا يساهم في قصف بعض المناطق في سوريا كجرود القلمون السورية بموازات حزب الله اللبناني الذي يتدخل تدخلا مباشرا في سوريا برأيك هل نحن مقبلون على مثل هذا الخطر؟ يعني أنا أعطى بأن الحديث عن الجيش اللبناني هي قضية مركزية وأساسية فأن هذه المؤسسة هي عملية الباقية من المؤسسات التي ربما تؤدي إلى بعض الترابط بين مكونات المشروع اللبناني والوصول إلى مرحلة من انقسام في القرار لدرجة أن يكون هناك تلعية لهذه المؤسسة لإيران أو لغيرها فهذا سيعني بالتأكيد انفراط عقدة للمؤسسة فالتركيبة الديمغرافية لهذا الجيش هي أيضا تشابه التركيبة الموجودة في لبنان وعندما يكون الوضع كذلك يعني أن هناك أطراف دولي بأن إيران هي الوحية البديلة على لبنان بدل سوريا هذه القضية لا تزال حتى الآن يعني لا أعتقد بأن المقومات الكافية لها أصبحت موجودة وأعتقد بأن القضية تتعدى قرار أطباطي لذلك فعلى الرغم من الحديث على أن إيران أصبحت آمنة النهاية في المنطقة لكن لو يكون هناك مقارنة موضعية بينما كانت عليه إيران سنة 2011 خبر بداية الثورة في سوريا نرى بأن كان يحق للولي فقيها يقول لأنه ارتفع علم إيران أو علم الحرف الثوري على ثلاثة عواصم عربية العراق، بغداد، دمشق، وبيروت وهكذا تصرف حسن نصر الله في ذلك الوقت عندما أقال الحكومة في لوران أما بعد انطلاقة الثورة السورية فالآن الآمر الناهي في سوريا هو حقيقة روسيا والآمر الناهي في حقاة والتحالف الدولي وعمليا اليمن أيضا لم تعد كما كانت تحت القبضة الإيرانية لذلك سيحاول الطرف الإيراني المحافظة بكل ما أمكن على مستعمرة الأخيرة عملية وهي مستعمرة اللبنانية وقد يرجع حزب الله إلى العنف في وقتنا لأوقات في الداخل اللبناني ليؤكد تلك السيطرة نعم، طالما أننا نتحدث عن الجيش اللبناني دكتور الداخلية اللبنانية أفادت بإلغاء المملكة العربية السعودية منحة بمليار دولار كانت مخصصة لتسليح الجيش اللبناني وكذلك أيضا انقطاع التمويل السعودي المقرر لتجهيز وتطوير مطار بيروت الدولي إن صح ذلك المملكة العربية السعودية إلى الآن لم تؤكد هذا الأمر ما دلالات هذا الإلغاء؟ وهل هي رسالة من المملكة العربية السعودية لحلفاء إيران في لبنان؟ بأن بإمكانكم الاعتماد على إيران طالما ارتميتم في أحضانها يمكن الذهاب إلى الكثير من الاجتهادات في هذا الموضوع أولا نسمع خبر رسمي من الحكومة السعودية ولم القيادة السعودية وقد يكون هذا الخبر صحيح وأنا لو كنت مسؤولا سعوديا لربما كنت تتصررت بتلك الطريقة أو ربما أيضا كلبناني أرى بأن هذه المساعدات إذا كانت ستتوجه لخدمة مصالح حزب الله وخزمة إيران فالأفضل أن تجمد على الأقل إلى حين وضوح الرؤية من هذه المكحة علمنا أن الصرف حتى الآن 300 مليون دولار وأما الباقي فيجب أن ننتظر كما قلت الخير الرسمي السعودي بهذا الخصوص على الأقل عمليا هناك ضغوطات كبرى يتعرض لها لبنان الآن بسبب التصرفات الاستفرادية لخلفاء إيران في لبنان وبالأخص الوزراء التابعين لها وهذا عمليا قد يؤدي إلى تبعات سيئة على اللبنانيين الذين يعددون بحوالي نصف مليون إنسان يعتشون داخل منطقة الخليصة نعم أعود إليك أستاذ ملهم قرار المحكمة العسكرية في لبنان بإطلاق سراحة ميشيل سماحة رغم تورطه الموثق بالصوت والصورة في عملية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان لتفجير بعض المواقع وإحداث فتنة طائفية كيف قرأت هذا؟ الحقيقة هذا مرة أخرى هو عبارة عن الكيل بعدة مكايل وليس بمكيالين عندما تأتي القضية إلى الإرهاب ومحاربة الإرهاب هذا الرجل ثبت بالدليل القاطع تورطه بعمليات إرهابية وثبت بالدليل القاطع أن وراء هذا الدعم لهذا الإرهاب هو بشار الأسد نحن قلنا مرارا أن أصل الإرهاب وبؤرة الإرهاب ومصدر الإرهاب في العالم هو بشار الأسد الآن الإفراج عنه بالتأكيد هم قانونيا قالوا أن الفترة التي حكم بها أربع سنوات ونصف قد تمت انتهت وبالتالي كان لابد من الإفراج عنه لكن عندما ننظر إلى حجم الجريمة التي كان ينوي ارتكابها والآثار المتوقعة على هذه الجريمة لو تمت فإننا نعتقد أن أربع سنوات ونصف حكم على هذا المجرم هي غير كافية وكان لابد من معاملته كما يعامل باقي الإرهابيون مرة أخرى أنا أقرأ هذه الحادثة أي الإفراج عن ميشيل سماحة على أنها جزء من ديل جزء من صفقة تمت بين إيران وبين القوى الدولية بما فيها المفاعل النووي بما فيها الوجود الإيراني في المنطقة بما فيها التدخل الروسي والغزو الروسي لسوريا وبما فيها أيضا تراجع الموقف الأمريكي نحو الثورة السورية نعم في قضية ميشيل سماحة دكتور هناك من اعتبر إطلاق سراحه ربما تمهيدا لقصفه أو عفوا تصفيته وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي حتى لا يفتح بين الفينة والأخرى ويسبب صداعا لإيران وأذنى بها في لبنان ما رأيك في هذه القراءة؟ هذه القراءة أتت حتى قبل أطلاق سراح ميشيل سماحة عندما كشف وزير العدل محططا إرهابيا لتصفيته خلال من مكان إلى آخر وأنا صرحت بذلك منذ حوالي أسبوعين عندما قلت بأن أمكانية هروبه أو تصفيته عالية بسبب الأحراج والفضيحة المتعلقة بفضيته لكن عملية هناك أحراجات كبرى وأخرى تتعلق بهذه المنظومة فهذه المنظومة تعتبر القتل منظومة ولاية الفقية بالتحالف مع منظومة الأسد وغيره من المتحالفين مع إيران الآن تعتبر أن القتل والإرهاب هو جزء من السياسة التي تتبعها ليس لديها لا المنطق ولا القدرات القوة الناعمة لتقنع الآخرين بمسارها فتلجأ إلى الترهيب وإلى الإرهاب وإلى الفساد لذلك عملياً ميشيل سماحة هو صورة مثبرة عن هذه المنظومة وإن كان ميشيل سماحة في السجن أو قريجه فهو عملياً جيفة سياسية لكن بالمقابل نحن نعلم بأن هناك الأناف من على شكلة ميشيل سماحة ينتظرون الأوامر للترجير أو القتل نعم دكتور أنت ابن باب التبانة في طرابلس وهذه المنطقة كانت دائماً على فوهة بركان طائفي وكثيراً ما يكون لما يجري في سوريا انعكاس مباشر أو غير مباشر على وضعها الأمني هل تخشون من تنامي تطرف سني بين قوسين في هذه المنطقة كرد فعل على التهميش والاضطهاد الطائفي الممارس من قبل ميليشيا حزب الله وأذناب إيران الواقع هناك الكثيرون من غير المتطرفين في تربيتهم وفي عقليتهم وفي تلتفتهم يعتبرون الآن وعلى الأقل منذ السابع من أيار يعني منذ حوالي ٨ سنوات عندما هجمت ميليشيا حزب الله على بيروت وقامت بالإذلال وبالاعتداء على هذه المدينة بدأوا يقولون بأن تطرف يحتاج إلى تطرف مماثل معاكس ليردعه لكن عمليا طبيعة على الأقل في ترابلوس وفي كثير من أرجاع لبنان طبيعة السنة ليست بهذا الاتجاه وإن كان هناك تأييد جزء للتطرف الإسلامي موجود داخل هذه المجتمعات أما للجوء إلى الفعل فهو عمليا مستبعد كثيرا لكن بالنهاية إذا وصلت الأمور إلى مرحلة اليعز فقد يرجع جزء من أبناء الطائفة السنية إلى المزيد من العنب للمواجهة أشكرك جزيل الشكر الدكتور مصطفى علوش القيادي في تيار المستقبل اللبناني كنت معنا من بيروت ومشاهدين الكرام فاصل قصير نتابع بعده محاور هذه الحلقة فابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام أستاذ ملهم اختزال أهداف مؤتمر جنيف ثلاثة في جوانب إنسانية وإغاثية إلى ما يشير ذلك بداية نحن لم نقبل أن تختزل الأهداف من الدعوة إلى مؤتمر جنيف ثلاثة بهذه القضايا الإنسانية التي هي بالأصل بنود في القرار للأمم 2254 نعم يفترض أن تأتي في سياق إجراءات حسن النية بالضبط بناء الثقة أو ما يسمونه بناء الثقة فلذلك كان موقف الهيئة العليا للمفاوضات موقفا مسددا بأنهم قالوا نحن لن نأتي إلى جنيف للتفاوض على هذه البنود وإنما يجب هذه البنود أن تحقق يجب أن تبدأ ثم ننتقل إلى المفاوضات الحقيقية وهي تشكيل جسم الحكم الانتقالي أو الحكومة الانتقالية هناك ضغوطات تمارس طبعا على السوريين من قبل عدد من الدول من أجل الذهاب إلى جنيف وبدء المفاوضات هناك بهذه القضايا وغيرها الأجندة الروسية في هذا الموضوع معلومة طبعا الروس لا يمكن اعتبارهم طرف محايد في هذه المفاوضات هم جزء من المعادلي هم في الطرف الآخر من المعادلي لأن الروس يحتلون بلدنا يحتلون وطننا وكل ما يمارسونه هو يأتي في إطار الطرف المعادي للشعب السوري والثورة السورية نعم تحدثت عن كون روسيا ليست طرفا نزيها في هذه المعادلة ماذا عن الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة أن يتحول وزير خارجية الولايات المتحدة إلى حامل رسائل إيرانية وروسية كما جاء على لسان أحد المعارضين السوريين برأيك إلى ما يشير ذلك؟ يشير إلى الحالة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية وهي الحالة التي حكم خلالها السيد أوباما وهو الآن في المرحلة الأخيرة يعني في الأشهر الأخيرة من حكمه السيد أوباما عندما ترشح في حملته الانتخابية لأول مرة وثاني مرة كان من الوعود التي أطلقها أنه لن يدخل حرب وأنه سيخرج من أفغانستان وأنه سيخرج من العراق الرجل وفى بوعوده رغم كل المبررات الإنسانية الملحة لأن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا لصالح الشعب السوري إلا أنه لم يفعل طبعا تبقى عدة أشهر من حكم سيد أوباما وبالتالي هو يريد أن يشتري الوقت لا يستطيع أن يغمض العين عما يجري في سوريا لا يرغب أن يدخل في حرب ضد نظام بشار الأسد وبالتالي هم يعملون على استنزاف الوقت من أجل الوصول إلى الانتخابات الأمريكية القادمة الرئيس الأمريكي القادم سيحمل هذا الإرث الكبير وأنا أقول أن الموقف الأمريكي موقف الإدارة الأوبامية في أمريكا لم يكن موفقا بطبيعة الحال والشعب السوري هو الذي دفع الثمن الباهظ لهذا الأمر لكن على السوريين أن يعتمدوا على أنفسهم النصر هو من عند الله عز وجل الموقف الأمريكي لم يقتصر على محاولة الإملاء على أطراف المعارضة السورية وإنما أيضا تحول إلى التهديد يعني تهديد الولايات المتحدة على لسان جون كيري بقطع الدعم عن المعارضة السورية أن هي لم تشارك بدون شروط في مؤتمر جينيف ثلاثة برأيك ما الذي يمكن أن تفقده المعارضة السورية وثورة السورية إن فقدت هذا الدعم؟ بداية أنا لست متأكدا أن السيد كيري قد هدد المعارضة السورية بهذه الصراحة التي ذكرت يعني قد يكون المبعوث الأمريكي إلى سوريا يعني اعترض على واعتبر أن هذا نوع من تشويه مقصود وربما سوء فهم السيد راتني مسؤول ملف السوري في الإدارة الأمريكية أصدر بيان تصريح صحفي وضح أن هذه الأمور التي يشيعت عن السيد كيري غير صحيحة نحن نقول أن في علم الدبلوماسية والإتيكيت الدبلوماسي أنا أستبعد أن يكون السيد كيري استخدم هذه الألفاظ مع المعارضة السورية ممثلة بسيد رياض حجاب لكن بالتأكيد موقفه كان ضاغطا باتجاه أن على المعارضة السورية أن تذهب إلى جينيف حتى اليوم صباح اليوم وزارة الخارجية الأمريكية بصريح العبارة قالت أن على المعارضة السورية أن لا تخسر هذه الفرصة نحن سيدي دعنا نؤكد على بعض النقاط للسادة المشاهدين أولا كمعارضة سورية نحن حريصون على حقن الدم السوري حريصون على كل نقطة الدم حريصون على كل روح ألا تزهق في سوريا ولكن ليس على حساب الثوابت الثورية لكن أيضا هذه اللاكن الكبيرة حريصون على تحقيق أهداف الثورة السورية من حرصنا على الدم السوري ألا نفرط بدم الشهداء نعم يعني من الحرص على الدم السوري أن لدينا نصف مليون شهيد هؤلاء الشهداء الكرام عندما ضحوا بأنفسهم وضحوا بدمائهم من أجل أن تتحقق الحرية للشعب السوري فلن نفرط في هذا نعم طالما أتينا على ذكر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أنقل عنه يقول نصيحتنا للمعارضة السورية أن انتهزوا هذه الفرصة لوضع نوايا النظام تحت الاختبار وكشفوا أمام الرأي العام العالمي من هي الأطراف الجادة في التوصل إلى حل سياسي في سوريا ومن هي ليست كذلك برأيك هل هذا السبب كافي للمشاركة خاصة مع تجربة المعارضة مع النظام أكثر من مرة في هذه القضايا يعني بداية الصيغة التي ذكرتها صيغة النصيحة مقبولة نعم يعني يمكن ونشكر أي جهة تقدم أي نصائح للشعب السوري وللثورة السورية فبهذه الصيغة هذه الصيغة يعني مقبولة ومشكورة الآن اختبار نوايا النظام يعني بعد خمس سنوات وبعد نصف مليون شهيد وبعد عشر مليون نازح ولاجئ وبعد تدمير البنية التحتية في سوريا كلها تقريباً 80% منها دمرت وبعد جينيف واحد وجينيف اثنين والسيد الدابي السوداني وكوفي عنان يعني هل لا زال هناك حاجة لاختبار نوايا بشار الأسد وحلفاء بشار الأسد في سوريا حول العملية السياسية نعم يا سيدي هم من يعيقوا العملية السياسية وهم لا يريدون من العملية التفاوضية أن تبدأ وأن تنجح قد لا يمانعوا أن تبدأ لكنهم لن يقبلوا بها أن تنجح نعم سيضع كل العراقيل ويضع كل المعوقات لكي لا تنجح لأن نجاح العملية التفاوضية يعني رحيل بشار الأسد وبشار الأسد لن يفعل ذلك نعم أما إذا كنا عفواً أما إذا كنا سنتفاوض على الفتات بمعنى أنه فقط الإفراج عن بعض المعتقلين وفقط فك الحصار عن بعض المناطق المحاصرة على أهمية هذه النقاط إلا أنها ليست النقاط التي سنتفاوض عليها لأنها هي بالأصل من بنود قرار 2254 نعم أشكرك جزيل الشكر على أستاذ ملهم الدروبي عضو أمانة سر المجلس الوطني السوري كما أشكر الدكتور مصطفى علوش الذي شاركنا عبر الهاتف القيادي في تيار المستقبل اللبناني وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في ختام هذه الحلقة هذه تحية من فريق البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة